كانت الأطباق النازية يعني استخدمت كاستخدام تجريبي في نهاية الحرب العالمية التانية وقبل انهزام ألمانيا ما كانتش لسه استخدمت كآلة دفاعية بالقدر الكافي لكن اللي حصل إن ألمانيا تهزمت أول حاجة عملتها حكومات الحلفاء وبقيادة أمريكا بالزيت وروسيا بالزيت نمراه واخدين كل ده بعد هزيمة ألمانيا آه بعد هزيمة ألمانيا أول حاجة عملوها هو أخد كل ما يتعلق بالبرنامج السري الفضائي النازي وتعاملت عملية عسكرية مشتركة بين أمريكا وبين المخابرات الروسية اسمها بيبر كليب العملية دي كانت بتتبع لأن البرنامج الفضائي النازي ده كان شغال فيه يعني كم من العلماء طبعا على قمتهم علماء معينين منهم زي ما قلنا فيكتور ريشبرجر بس تحقيق ألاف من العاملين عملية بيبر كليب دي كان من أحد العملية اللي وظف فيها الآلاف من المخابرات تابعين المخابرات الأمريكية ومخابرات الروسية بتتبعوا كل من عمل في البرنامج الفضائي الألماني وأخدوا يعني كانوا بياخدوهم بالعافية لدرجة أنهم يعني يعني فيكتور ريشبرجر ما كانش موافق معهم وتم خطفه وتم عزله كمين أخدوا الآلاف من العلماء ومن كان يهرب منهم كان يقتل أخدوهم على أمريكا أمريكا كان عندها منطقة تجارب في صحراء نيفيدا اللي هي سميت بقى اللي احنا هنتكلم عليها اللي هي المنطقة 51 لكن دي كانت للأول كانت منطقة تجارب وكانت تجاربها اللي هي بدايات تجارب القنابل والقنابل عنكودية وقنابل نواية بتاعها عملوا فيها قاعدة كبرى جدا تحت الأرض القاعدة الكبيرة بقى اللي عملوها تحت الأرض في المنطقة 51 دي كانت بداية بقى القواعد احنا نتكلم لسه عن قواعد الجوفة الأرضية وكده خدوا بقى ألموا كل ما يتعلق بالبرنامج الفضائي الألماني وعلمائه وأجبروا الناس دي أنه يتعمل معهم وكانت تحت إشراف يعني دخلوا معهم عملوا بقى اتفاقية كمان فيما بينهم أن مخابرات الدول الكبرى اللي هي كانت تمثل دول الحلفاء وخاصة أمريكا بريطانيا أمريكا بريطانيا بروسيا دي المنطقة 51 بس لسه هنتكلم شوية دمع شوية على واحد وخمسين يعني هادي منطقة 51 كمان الدليل على أنه يعني احنا نقول بعد كده زي المنطقة دي تتبع المين عشان الناس اللي هي بتنكر أن المسيخ الدجل حر وأنه يقود الحكومة العالم الخافي نتكلم في الموضوع ده عشان من الأخباطش الناس مو من نهاية راحت العملية دي جمع كل ما هو متعلق بهذا الأمر وكل العلماء المتعلقين به وأخدتهم على قاعدة سرية أنشأت خصيصا لهذا الموضوع في المنطقة 51 في جوف الأرض يعني عملوا قاعدة كبيرة في جوف الأرض عملوا جيش كامل تحت كمان قد مخابرات الروسية والمخابرات الأمريكية وزي ما قولنا قوات الحلفاء عملوا تعهد أن هذا الموضوع يخفى تماما على العالم لحين الوصول لأساسياته وإيه اللي وراه وكذا 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 كانوا عايزين يعرفوا إزاي ألمانيا وصلت لهذا التطور وما هي الخرائط وما هي التعامل مع هذه الكائنات وإيه هي الكائنات دي وكيفية التعامل معها والكلام ده مثل يعني معضلة كبيرة جدا فتم إخفاء هذا عن العالم هذا الأمر عن العالم عمدا أنه تم أخذ الوصائق دي خبوا عنهم دي خبوا الحاجات دي ولا حد يعرف بالعالم حانوا عن دي حانوا كانت الأمور دي نكمل بعد الفصل دكتورة مايا في الربع ساعة تلت ساعة اللي فاتت كانت بتتكلم من حدوتة الحالات الفضائية دي من القرل السبعتاشر 1712 في أول القرل السبعتاشر إنما أكتر ناس بتدوا يتحركوا من هالألمان واللي هي مجموعة سمت نفسها فريل ودي كان على اتصال بقى كعبد الشيطان وحاجات دي كلها وصلوا لغاية موصلنا في أولي التلتينيات كان تقريبا الألمان على اتصال بالعالم ده اللي هم الرمضين ده عالم آخر غير الإنسان وتوصلوا ليهم في حاجات كتير ويوريت لنا صور لهتلر وزين هتلر تالي كده ويوريت لنا صور عايز أقول لحضراتكم دكتورة مايا القضية معلومات كثيرة ليدا وعندها فيديوهات كل كلمة بتقولها فيه فيديو وصورة وصيقة بتأكد عليها هنستحمل بعض ونقعد يعني هنستناها إنما هي كل كلمة هتقولها هتدل عليها نكمل بقى نكمل الموضوع وبرضو أنا بأكد على حضراتك ومش فيديو واحد يعني هي الأسف هي ملايين أنا ممكن كمانا هديهم قناة كاملة على فيديوهات بيتم رفعهمنا على اليوتيوب هديهم قناة كاملة فيها متين فيديو مدلل على كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ومواثق مش يعني هنقدر ندي هنزلهم على كل اللي قلناه هنشوف فيديو لأن كل فيديو عايز الواحد يقول أهو كذا 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 فعايزين الناس تاخد الفكرة طيب بس لا بس عشان مضعش نا بس أنا عشان خطرا النهاردة اللي حضرتك هتقولي كلمتين أنت هتشرح إزاي الألمان وإزاي دخلوا في هذا المشروع لسه في تفاصيل مهم طيب تقولي تفاصيل بس كل دقتين تلاتة الرسائل بتبين لي ومانا الترمومتر عند الرسائل هم الغدواتي الناس إيه ما قلنا فإحنا عايزين نقول للناس صدقونا أده هو هو غير صدقونا بس أن يا جماعة يعني معلش برضو بأكد تاني الموضوع ده ما بيتفتحش لمجرد الإصارة أو فتح موضوع مسير أو فتح موضوع نقول الحقيقة كذا موضوع ده بيتفتح عشان حاجة مهمة جدا 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 أن الموضوع الغزو خديعة الغزو الفضائي اللي هنتكلم عليه وعلى كيفيتها كنتمعد أنها تبتدي في 21 ديسمبر والواحد ما كانش عايز يتكلم في الموضوع ده أو يصطبق الكلام في الموضوع ده واحتمال تظهر في الفترة اللي جاية احتمال تكون قريبة واحتمال الجدول الزمني بتاعها تأجل لأن أنا عايز أقول للناس أن موضوع 21 ديسمبر وخديعة نهاية العالم والكلام ده فيه أجهزة كاملة قاعدة اسمها أجهزة مراقبة الوعي الجمعي ودي أجهزة متخصصة وهم عشان كده بيعملوا منوبليشن للناس أو تلاعب بالأفكار عشان بيدرسوا ردود الأفعال ردود الأفعال دي على مستوى العالم بترصد وبتدرس ومحطوط لها جيش من المتخصصين خديعة الغزو الفضائي كان معد أنها تبتدي من 21 ديسمبر جدولها الزمني اتأخر لكن معادش فيه وقت أن الناس تنكر معادش فيه وقت أن الناس ما تصدقش وده موضوع في غاية الأهمية ليس للعلم بالشيء لكن احنا عشان الموضوع ده احتمالنا تعرض له ويعتمد على عدم علم الناس به والخديعة اللي هتتم مع الناس فالموضوع ده ليس موضوع من الخيال العلمي ولا كده مهم نكمل بعد ما هم أخذوا كل التقنيات الألمانية وعولماء ألمانيا وكل الملفات الخاصة بالموضوع كل الأوراق كل حاجة أخذوا على القاعدة 51 اللي اتعملت المنطقة 51 اللي اتعملت فيها منطقة جوفة أرضية أو قاعدة سرية تحت الأرض في نفس هذه الفترة اللي هو كانت في نهاية يعني في نهاية أو في سنة 45 اللي هي نهاية الحرب العالمية الثانية أو في الوسائق من أحد الأوراق اللي خدوها خرائط تدل يعني أنا ممكن أطلب اللي هو من ملف هتلر والكائنات اللي هي الخريطة اللي كانت بتاعت هتلر للعالم الجوف أرضي أطلب الصورة اللي هي بتاعت من ملف هتلر يلا يلا ماشي ماشي على ما تدوروا عليه لقوا الخريطة ديت وفي غيرها كمان خرائط بتدل على أن إزاي الأطباق الطائرة ديت يعني هم ما كانوش فاهمين يعني إيه إن دي الكرة الأرضية وإزاي أني بيتم دخول أطباق طائرة من فتحات معينة والخريطة دي كانت مكتوبة بلغة غريبة جدا بعد طبعا علماء اللغة وبعد كده لأوا أن اللغة دي قريبة جدا من اللغة اللي هي تسمى لغة sans sans secret اللغة دي من أقدم اللغات على الأرض ويعتقد أنها لغة العالم الآخر أو مثلا الجن أو الكذا أو الكذا أو الكذا وهنتكلم طبعا على الكائنات تتعمل تغيره في الصور يعني مثلا تتغيره في حاجات اسمته على صورة عشان تشرح لنا الخريطة اللي هي قبل كده اللي هي بتاعة جو في الأرض أيوة الخريطة دي خريطة دي طبعا يعني كانت مهمة معلش نخلي الخريطة دي شوي الخريطة دي كانت مهمة جدا في وصائق هتلر لأنهم كانوا عايزين يعرفوا كيف كيفية التعامل مع هذه الكائنات وإزاي هتلر أخذ منهم هذه التقنيات وإيه وجه التعاون وإيه وجه كذا ويعني إيه الخريطة دي والعالم المجهول تماما عنهم داوت المهم كان فيه جنرال أدميرال معروف جدا اسمه ريتشارد بيرد ريتشارد بيرد داوت كان أدميرال في السلاح الجوي الأمريكي الأدميرال داوت كان حقق ميداليات لأنه هو عمل اكتشافات في القطب الجنوبي مهمة جدا كان أول من طار فوق القطب الجنوبي وسجل وعمل خرايط وكذا وكذا وكان من أحد الحاجات اللي سجلها ريتشارد بيرد أنه لقى فتحة عجيبة جدا في القطب الجنوبي مقدرش نواطير يعني لمنتصف المنطقة ويستكشفها بس لقى فتحة عجيبة جدا في القطب الجنوبي فتحة في الأرض آه فتحة في الأرض نفسها عميقة جدا يعني تعتبر فتحة مش شايف إيه جوا فيها وإن هي كان في الأوقات الليلية بيظهر من الفتحة دي حاجة اسمها شفق غيز أو حاجة زي إضاءة هو سموها الأورورة فيما بعد فالموضوع ده كان غريب جدا الموضوع من أنه سجل ملاحظات كتير وكذا فجأت أمريكا بعد اللي عملته مع ألمانيا والقاعدة اللي عملتها راحت موكلة الأدميرال ده الأدميرال ريتشارد بيرد ابتدت عملت مشروع كبير جدا اسمه المشروع الأحمر المشروع الأحمر ده كان يتخلله عمليات محددة يعني مشروع كبير كان عايز يكتشف إيه لعالم دوت وهل إحنا فعلا أرضنا جوفاء وهل في مدن جوفة أرضية وإيه طبيعة الكائنات ديت وإيه اللي ممكن نعرفه عنهم وإيه موضوع ده ريتشارد بيرد المهمة النهية يعني حصل توكيل لريتشارد بيرد وتوضع معي ستة ألاف من الأسلحة المختلفة لدى أمريكا عشان حاجتين مهمين بدايتهم إنهم ملاقوا إن بعض الفيالوك من أتباع الجيش النازي وكده اتجهت يعني هربت لقارة أنتارتك اللي هي القطب الجنوبي وما كونش عارفين ليه فبعد ما شافوا الخرايط دي يعرفوا إن في حاجة الناس دي بتهرب لمنطقة محددة لدرجة إن فيه وثائق بتثبت إن اللي تم عدمه ده مش هتلر بس أنا مش عايزة أفتح الموضوع ده لإن هتلر برضو هرب مع الصف وبتوعه للقطب الجنوبي لفتح القطب الجنوبي أنا مش عايزة أفتح الموضوع ده عشان ما يحصلش يعني وعشان مش مؤسق لا هو مؤسق بس هي النقطة مش عايزة أفتح الموضوع ده لإن فيه وثائق كتير بتثبت إن اللي تعدم ده مش هتلر وإن هم اطروا يعدمه شبيه لهتلر عشان منظرهم أمام العالم لإن هم ما كنوش فاهمين إيه الموضوع ده لا يتما يفهموه بهم إن هم بعتوا ريتشارد بيرد مع ستة لاف من القوات العسكرية لضرب أه أولا بعتوه في عملية لضرب الفيالق اللي هي بتهرب لقارة أنتارتكي اللي هم ما كنوش عارفين ليه هم بيهربوا لهنك وإيه حكاية الدخول من فتحة جوف الأرض دي وما كنوش لسه فاهمين الموضوع فابتدوا إنه هم ما يجتمعوا مع علماء روسيا ومع علماء كذا وعادوا حاجة يعني كان بقيادة أمريكا اسمها المشروع الأحمر ومشروع الأحمر ده يضم خلاله أكثر من عملية تحته من أحد أهم هذه العمليات اللي هي تولاها برضو ريتشارد بيرد مشروع اسمه هاي جامب أو القفزة العالية وهم وكله ريتشارد بيرد بعد ما هو قاد برضو عمليات لضرب الفيالق اللي بتروح هو ضربهم فعلا يعني آه يعني هو قام بكذا عملية لضرب الفيالق النازية اللي كانت عملة تهرب إنما ما قدرش يقرب من الفتحة دي ده في الأول يعني هم اختروه عشان هو كان عمل رحلات وسجلها في القطب الجنوبي وقدم وكان واخد ميداليات وكان واخد نياشين إنه هو كان عامل اكتشافات مهمة جدا في القطب الجنوبي وكان أول منطار فوق قارة أنتارتكي نفسه وسجل اللي هي الملاحظات الغريبة دي ده كان في يعني كان في نهاية التلاتينات قبل نهاية الحرب العالمية التانية فطبعا بعد ما هم أخدوا المشروع النازي الفضائي بالكامل بعد نهاية العربية الأولى نهاية التلاتينات وبعد الحرب العالمية قبل تانية آه قبل ما تنتهي التانية قبل ما تبتدي التانية إنما هم بس تعانوا بيه نتيجة الخبراته إنه هو يقود العمليات اللي هي بعد هزيمة ألماني إنه كان خبير بعد أربعة واربين آه آه يعني بعد أربعة واربين زي ما قلنا من العملية المهمة جدا اللي قضها الجنرال الأدميرال ريتشود بيرد هي عملية هاي جامب عملية هاي جامب كانت عملية راح مع ستة ألاف قوة عسكرية من ستة ألاف مقاتل العملية دي موصقة وهو صقها في يعني موصقة بكذا جانب سواء من الناحية العسكرة وسواء في مذكراته الشخصية لكن للأسف هي مذكراته الشخصية دي تم التعتيم عليها تماما وظهرت في التسعينيات وظهرت بصورة سرية مصربة عن طريق أفراد عائلته ومذكرات دي موجودة وهنشوفها برضو في فيديوهات وأنشوف يعني ملخص